بطبيعة الحال مباراة الذهاب تختلف كثيرا عن مباراة الإياب ولما نقول أن فريق كورة القدم بيلعب على أرضه وسط جمهوره الموضوع بيختلف وشعال كورة المصرية النهاردة كلهم بينتظروا مباراة الإياب ما بين فريق نادي الأهلي وفريق الرجاء المغربي وده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي بيشعر بالطمأنينة وده بعدما أنهى مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-0 لصالحه ده حقيقة مصطفى يعني في الحقيقة الأهلي في المباراة دي محتاج أن هو يتعادل بأي نتيجة أو لأسوأ ظروف إن شاء الله مبقاش فيه خسارة لكن لو فيه خسارة تبقى بهدف واحد بس عشان يقدر أن هو يتأهل لدور نصف النهائي وهنعرف تفاصيل أكتر بقى عن هذه المباراة المهمة جدا لكلنا مستنينها مباراة العودة من دفنة محمد جمال الناقض رياضي صباح الخير عليك وأهلا بيك صباح الخير يا بصر صباح الخير عليك أهلا وسهلا شايف إزاي نتيجة العملها النادي الأهلي في مباراة الذهاب نتيجة مطمئنة هل هو بالفعل قادر أن هو يتأهل على الفوز من داخل المغرب وسط كمهير الرجاء المغربي وعلى أرضهم وسط جمهورهم وخصوصا أن المغرب عارفين أن هم يعني بيعشقوا السحارة المستديرة زينا بالضبط بص دائما من الأهم في ليك في روبع النهائي أو نصف النهائي أنك أنت تعدل المباراة بتاعة الذهاب على أرضك بدون ما يدخل فيك أهلافه ودائما كان أول تجربة نكحة للنادي الأهلي في مباراة الذهاب أنك تقدر تحافظ على عشبايك محمد نظيفة ودى اللي خلّ محمد عش articulate بشكل كبير دائما يظهر بشكل كويس جدا في مباراة الذهاب ودائما هو لعيب كبير هو كابتل النادي الأهلي فلازم يظهر بشكل كويس طبعا فيه المباراة الحاسبة هنا دائما في المباراة الإقتصائية مختلف تماما عن مباراة دول المجموعة من قد أهلي في دول المجموعات المسبه الحالي كان الموضوع صعب الناس كلها كانت بتتكلم من الاهلي بعيد وكانت منافسة مع الهلال وساندونز. الاهلي خسر من ساندونز خمسة. خسر من الهلال في الزهاب واحد سفر. فالناس كلها كانت شفت النادي الاهلي ممكن البطولة دي ما يبقاش هوا قوية. لكن النادي الاهلي في الأدوار بقى الحاسبة. بداية من دون التمانية بيظهر النادي الاهلي اللي دايما منافس على البطولة وفريق صعب. يمكن فوزك 2 سفر على أرضك وسط جماهيرك بيسهل عليك المهمة شوية. لانك انت هتلعب الرجاء في أرضه. لكن هو مدغوط متأخر بفريق اهدافين. محتاج يجيب ثلاث اهداف عشان يكسب النادي الاهلي. لو الاهلي دخل دخل جول في مرمى الرجاء هيكون انهى الامور بشكل تام. كل ملوقتي بيعد على فريق الرجاء وهو لسه متعادل قدام النادي الاهلي. ومتأخر في النتيجة قدام النادي الاهلي هيكون الموضوع خلصان بشكل اكبر. اعتقد ان التحضير اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي تحضير كواس جدا تحضير جهد للمباراة. بشوف النادي الاهلي يمكن خلاص وضع قدم بشكل كب واعتقد ده هيكون الناس في الاهلي قدام كبان نادي الترجي التونسي. اعتقد يمكن طريق الاهلي صعب الموسم الحالي ولكن يظل نادي الاهلي منافس مباشر على لقب دور الامطال السنادي. وممكن هو الاقرب بشكل كبير جدا تقطط التمانين في المية على حساب نادي الاهلي. طب ايه له عناصر اللي موجودة النهاردة معانا في نادي الاهلي? هل احنا متطمنين ولا محتاجين ان احنا نقلق? وهل كولر هيلعب بنفس التكتيك اللي لعب به لما لعب على الارض هنا ولا هيغير? بس او الاهلي ما فيه غياب غير عمر السلية. هو بس اللي مصاب يمكن كمان رامي ربيع. ولكن انت عندك بتكلمي في محمد عبد المينة ومحمود بتولي موجودين بشكل اساسي. فرامي ربيع غيابه مش هيكون مؤثر للنادي الاهلي. بشوف ان كولر خلى لعبة نادي الاهلي ما فيهاش الجياب المؤثر. هو راجل عامل الروتيشة بشكل كويس جدا في قتشات الدوري. كل لعبة بتشارك بشكل كويس. كل لعبة بتنظر بشكل كويس. فده بيخلي ان عندك اكتر من بديل في اكتر من مركز. انت بتحسيش ان فيه غياب في ال النادي الاهلي مش هي لعيب الاساس اللي هيغيب اللي انت اتشعره بيغياب. ويمكن ده بيبقى في مركز واحد بس في النادي الاهلي وهو علي معلول. مركز زر الايصر لان النادي الاهلي ما عندوش بكليفت بديل في الفترة الحالية. ولكن لو الكهربا مش موجود بتلاي محمد شريف موجوده بسجل في بطولة الدور. لو وسط الملعب لعيب غياب زعمر السلية هنقول المروان عطيها هيدخل. او محمد فاتح هيدخل مع ديانجا هيدخل فمش هتحس بفرق كبير جدا في تشكلة ال النادي الاهلي النهاردة من المعلومات يعني في مبارات الرجاع يكون محمد الشيناوي في حراسة المرمى. محمد هياني زهير ايمن علي معلول زهير ايصر. محمد عبد المنم محمود متولي في قلب الدفاع. وسط ملعب السلسة ديانج وحمد فاتحي ومروان عطيها. والثلسة الامامي. حسين الشحاد بيرستاو كهربا. التغيير الوحيد اللي ممكن تحدث في الموضوع ده هو جلوس حسين الشحاد على دكة الموضوع ده. والدفع محمد عبدالقادر في التشكيل الاساسي. ويمكن ده حاجة مش ي الاقرب. ولكن الاقرب بيرستاو كهربا وحسين الشحاد. تفتكر كولر حيعمل خطة مختلفة؟ ما ظنش. كولر لازم ينزل يلعب قدام الرجاء بشكل النادي الاهلي الطبيعي. الكلاسيك التقليدي القديم. لازم. دي مبارات 90 ديئة. ليه؟ ليه؟ مش محتاج انك تتراجع قدام الرجاء وقدام جماهيرو. انك لو تراجعت لمناطق الدفاعية بتاعتك هيكون الموضوع صعب جدا عليك. لانك ضغط من اول ديئة الاخر ديها يدخل فيك هدفين. تبتكلم في موضوع ك خبرات بشكل كبير جدا في فرير الرجاء. عندهم بعض المشاكل الفنية كده جوه الملعب. عندهم مشاكل فنية مع منظر الكبير كمان. الموديل الفني دي زهرة بشكل كبير جدا. وكل التقريب الصحفية المغربية تكلمت عنها. كان ابرزها مبارح استباعات محمد النهيري لعب النجوم نادي الرجاء بسبب مشكلة مع منظر الكبير الموديل الفني. يمكن عندهم مشاكل كبيرة جدا. ولكن مباراة على الارضك وسط جمهورك بتخليك عندك دوافع بشكل كبير جدا. انك انت تحاول تساجل اهداف ح حتى في بداية المباراة. روشدة النادي الان النهاردة عشان يتأهل من المغرب. محتاج في اول ربع ساعة ما يدخلش في مباراة. اي اهداف ويحاول اكبر وقت ممكن من المباراة. ما يدخلش في عدد اهداف حيكون الموضوع سهل جدا لنادي الاهدي. طيب شايف ازاي يمكن قبل كولر كان حسين الشحات وبرسي تاو وكهربا. كان عليهم علامات استفام. النهاردة احنا قادرين نشوف تطور كبير قوي في عدائهم. قادرين نشوف لعب حلوة قوي قوي مع كولر. فشا كيف ازاي التطور اللي هم فيه هم التلاتة بالزيت. مش بس انا ما تستفهم. التلاتة كانوا بعيد جدا جدا عن كل حاجة. في دقلق النهاردة. اه طبعا. كان بعيد خالص. الراجل كان ما يقوف. بقوف فترة كبيرة جدا تخطط ستة شهور. انه يرجع بالفورمة دي. ده مدير فني. ما برسيته ولعيب اول قيمة الرحلين. لعيب كان النادي الاهلي يدور على العروض. لعيب كان بيتصاب كل اسبوع. بيتصاب في النادي الاهلي. تعال عليه صفكة فشلة. الراجل كولر رجعه تاني من جديد رجعه تاني يكون حاسم فيه تشكلة النادي الاهلي. رجعه ان هو يكون مميز ومؤسس في تشكلة النادي الاهلي. محافظ عليه. بشكل كويس جدا معه. سن الشحات بعد. احسين جاي برقم كبير جدا جدا للنادي الاهلي. لعيب مميز جدا. لعيب كان جاي منطقة بمصر. لعيب كان جاي بيلعب في مصر. مكاس بشكل كويس. فمالعيني الامارات بشكل محترم جدا. يمكن جالوا فترة بعيد جدا عن مستوى. كما يحتاج مدير فني رجعه. يمكن كولر رجعه. مش بس د بصي برضو على عناصر تانية. كولر طور بالمستوى. محمد آياني اتطور جدا جدا مع مرسيل كولر. محمد عبد المنعم اتطور جدا مع مرسيل كولر. يمكن كمان وسط الملعب لو اتكلمت على مروان عطية. طريقة الدفع بمروان عطية. طريقة نجحت مروان عطية مع تيمي نادي الاهلي. يمكن لعيب جامل اتحاد سكندري. ما عندهوش خبرات خالص مع الفرق الكبيرة. زي نادي الاهلي في جماهير. الاتحاد فريق كبير جدا. وعنده جماهير كويسة جدا. ولكن عم اتكلم بقى على دغوطات. دغوطات دور الابطال. لا مداري بقعرف اتكلم عنها بشكل كويس جدا. مصاحب اللعب بشكل كويس جدا. طريقته اللي هي الثالثة بتاعت الدحكة. ولكن شديد طبعا في شغل. ولكن طريقته دايما قريب من لعيبة النادي الاهلي. فده اللي مخليه ناجح بشكل كويس. بيضي الثقة للاعبين انه هو قرار قراره. وده دايما النادي الاهلي ياجح فيه. حيث ان كنتك قرار مدير فني. مش قرار اداره. يعني لو لعيب ده ابرز لعيب بالنسبة للإدارة. ولكن المدير الفاني قال لي العيب ده انا مش محتاجه واللعب ده مش هيكمل. مش هيكمل سعيد تفسير في النادي لانه الكرار بيبقى في الاول وفي الاخر كرار مدير الفاني. وده اللي المدير الفاني موصله لللعب. انه الكرار كراري. اي لعيب مستبعد انا اللي مستبعده. هذا اللي هتحمل النتيجة الفشل او الخطأ ما انا ما حدش هيش الموضوع غيري. بس. فده اللي مخلي العيبة النادي الاهلي كل تركزها لارداء كولر. انها تظهر قدام كولر بشكل ك كويس. وده اللي بتشوفي كهربا. لما بيخرج بينزل محمد شريف كهربا. ما بيزعلش انه خارج دكة. بتشوفي عمر السلالة لما بيقعد عو حمدي فتحي. اللي هو من احد نجوم النادي الاهلي في فترة. لما بيقعد دكة المدير. ما بتكلمش. بالعكس لما بينزل بيسجلك زي اللي حصل قدام نادي الرجاء. طب الجانب الاخر. الرجاء المغربي كيف استعد ابرز العناصر. شايف التشكيل بيهدد النادي الاهلي في انا منطقة تحديدا. كلمنا يعني عن الرجاء. بص الرج عنده مشكلة. ممكن تتلخص فيه تصريح منزل الكبير مبارح. ازاي مدير فني. اللي هو اكبر بطل لفريق. اكبر فريق. واخد بطول الدورة يا بطال افريقيا. اخر سنة اخر ثلاث سنين موجود في الفوينة. وانك تكون مش متابعة. دي الوحدها تقول لك ان لعيبة نادي الرجاء مع منزل الكبير اعتقد عندهم ابعاد كتير جدا. صعبة. لما تبص انه الكلام براح في المقتبر صح فيقول ان نادي الاهلي دخل في مرموة عدد هداف كبيرة. منها خمسة في صندوين. ده كلنا ما شفناها. وثلاثة من المصري. هو ده يقول لك انه هو مش بيتفرج. ان الاهلي ملعبش نادي المصري. هو بس ببعى الابليكيشن بتاع. اللي هو النتائج بتاعت المتشاط. ان الاهلي ملعبش دول مصري في كسر ربطة. فطالما يعني ملعبش. فببقى النتيجة بتحطصها باثنين او ثلاثة سفر. ليه الفريق التالي. ده نتيجة اعتبارية. يعني مباراة ما تمتش. يعني هو دخل على جوجل سرش. من اخر. فلما توصل لكده ده اعتقد صعب جدا. المفروض انك بتكون متلعب نادل اهلي في دوره بعناها انك تكون تفرقت وشاهدت. بس سواء برضو الاهلي انسحب من المباراة فهم اعتبروها. فاهم نادي لا. هو بيقول لي نادل اهلي بيدخل في مرماء اهداف كتير. منهم خمسة في صندونز وثلاثة في المصر. بس مجمل الارقام اي في الاخر. ولا خالش اهداف فيه. هو الماتش ما تلعبش اصلا. الماتش ما تلعبش اصلا. نادي الاهلي اصلا مش انسحب. بتجع تبارية. وهو قال ان الماتش ده. الماتش ده دخل فيه اه احد دخل فيه خمسة. تصريح زي ده الصحافة المغربية عليك. اه طبعا. قالت ايه الصحافة المغربية. اه طبعا. لا مش بتابعة. اتعاملته بالتأثير. اه طبعا. لا طبعا. لا مش بتابعة. دي حقيقة بتتكلم فيها. انا ده حقيقة انت مفروض تكون بتابعة لدينا اكتر من كده. لدينا فريق دايما المنافس الاول على دولة اكتران افريقيا. اه فريق هو واخد عشر مترات دولة الابطال. اخت ثلاث سنين موجود في الموران النهائية منع وطل مرتين. المرة ال� الثلتة كان موجوده دابل وداة تلات سنين واربعض. داير بك سطوفهم تصريح زي ده. اه طبعا. لا ومشكلة زي محمد النهيري دي برضو مشكلة كبيرة جدا. انك تستبعد لعب بسبب مشكلة معاك قبل وبرحس ما قدامي النادي الاعلي. اعتقد ده برضو ازمة كبيرة جدا جواه النادي الرجاء. النادي الرجاء من الفرق اللي قدمت دورة ابطالة افريقيا مسالي في دور المجموعات. ستاشر نقطة تصدر مجموعته. يمكن في الدولة المغربية بقيت شوية. ده الل كان بيخلينا اقول ان النادي الاعلي ممكن يصعد لحساب الرجاء. الرجاء مش زي السنة اللي فات. سنة اللي فاتي كان اقوى بشكل كبير جدا. مع رشيد التوسي كان فريق قوي جدا. يمكن بلوقتي الرجاء فريق قوي. ولكن انا بشوف من وجهة نظري محتاج بعض التعديلات على المستوى طبعا الجهاز الفاني. مين اللي قرب للحص من الاهلي ولا الرجاء? وهل الاهلي هيبتدي المباراة ضغط ولا بيدافع? توقعت انا? توقعت النادي الاعلي هيحاول يبدأ المباراة واخد زبابة الامور زي ما الرجاء عمل الكلاف بداية اللقاء. بشوف النادي الاعلي النهاردة قادر يسجل هدف في مرمى الرجاء على ملع محمد الكامس. لو النادي الاعلي النهاردة استطاع فعلا تسجيل الهدف او نص عم من المباراة هيكون المباراة بعد كده كلها لصالح النادي الاعلي. ولو لا. لو لا. لو لا يحافظ على قد ميادة النادي الاعلي ما يدخلش في مرمى اي هدف. مم. كان لبالك لو قديتي اول كم شاربين دي وما دخلش في مرمى اي هدف انت خلاص بتحط ضغط كبير جدا على فريق الرجاء انه محت تجي سجل فيك هدفين في شوط واحد. مش خايف من عمل الجمهور والارض. اعتقد خبرات لعب تنادي الاعلي دلوقتي كبيرة جدا. انت بتتكلم زي بيقول لك بطل افريقيا. لعبة موجودة مع بعض وعلى اكتر من اربع خمس سنين. عندهم خبرات كبيرة جدا تؤهلهم لي ان هم لعبوا قدام الجماهير دي بشكل كبير جدا. سنين جماهير الرجاء دايما من الجماهير اللي بتشجع فريقة بس. يعني هي بتدي قوة وحماس وروح لفريقته. مش من الفرق اللي هي اللي تبعي الخايف وانت بتنعبوا قدام فريق رجاء. لا فريق قوي جدا جماهيريا ولكن في صالح فريقه. يعني مش الفريق اللي هو يحط عليك ضغطات وخوف وانك تبقى الان. لا. هو داي من رد فعله لصالح فريقته. ان هو بيشجع فريقته. فاعتقد دي اجواء مسلال كورة القدم. والمغرب الفترة دي بتعيش افضل حالتها في كورة القدم. تتكلم على منطقة المغرب وصل لكاس العالم. تتكلم على الوداد بطل دور ابطل افريقيا السنين اللي فاتت. تتكلم على ان الوداد والرجاء موجودين لحضرات في ر داونز. اه بقول صان داونز خلاص حسبها. لانه كاسبان اربعة واحد في شباب الوزاد في الجزائر. فيمكن المغرب بتعيش فترة زهبية في تاريخها في كورة القدم. فالآهلي راح يلعب في اجواء مسالية. وخبرات لعبة النادي العالي كبيرة. فاعتقد ده شيء ما يخليش لعبة النادي العالي انها تتأثر بالشكل الكبير. ده يبدالين لعبة الرجاء ما كانتش متأثرة في استاد القارة وسط حضور الجماهير بشكل كبير وتشجيحة للنادي العالي. لكن دايما ده بالنسبة لعب الكورة وجو مسالي لكورة. لكن الرجاء حاول على مرمى النادي العالي كتير جدا. لانه يتقلق محمد الشينيو. على اي حال خلينا يعني ننتظر. انت بتوقعتك النادي العالي ممكن تبقى كم كام؟ تعايد. تعايد. اعتقد النادي العالي يسجل النارد هدف. واختقد الرجاء ممكن يسجل هدف. وفي حال حصل حاجة زي كده النادي العالي ارض. اي تعال طبعا. النادي العالي العالي الفوز بأي نتيجة يؤهله. الخسارة بفارئ هدف يؤهله. الخسارة حتى 2-0 تواديه ل وقته اضافي وركلة ترجيح. على اي حال خلينا ننتظر هذه المبارار. وبما مباراة يعني النادي الاهلي بيلعب فيها وهو مطمئن نسبيا. المباراة اللي لعبها النادي الاهلي في القيارة سجلها هدفين. ننتظر ايضا اداء مشرف من لعبة النادي الاهلي امام فريق الرجاء المغربي. كل شكرا لكم انقد رياضي محمد جمال حللت معنا وتكلمت معنا. وننتظر ايضا المباراة اللي ان شاء الله نحتفل فيها بالفوز او التعادل النادي الاهلي فيها ان شاء الله. بس هذا اليوم.